القوة الجوية يختتم مشاركته في دوري أبطال آسيا بفوز معنوي على أجمك بثلاثة أهداف لهدفين ألف مبروك لنادي القوة الجوية بعد الفوز على نادي أجمك الأزبكي في الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا نادي القوة الجوية أنهى الشوط الأول بثلاثية مظيفة حملت توقيع كل من سعيد عبد الأمير والمحترف كوفي فرانكو ومحمد قاسم ثالث الأهداف وفي مطوع الشوط الثاني وعند الدقيقة التاسعة والخمسين استطاع نادي الأزبكي من تقليص النتيجة بهدف وقبل نهاية المباراة بثواني استطاع نادي الأزبكي من تسجيل ثاني الأهداف لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لهدفين لصالح القوة الجوية معلق قنوات الرياضية السعودية في حديث عن ملعب فرانسو حريري مثل هكذا أرضيات تسبب إرهاق اللاعبين إضافة لتعروضهم إلى الكثير من الإصابات المؤلف الصحفي الرياضي الكويتي مرزوق العجمي في تصريح استهزاء بنادي القوة الجوية حيث قال نادي القوة الجوية على أن يسجل ثمانية أهداف بشرط أن يخسر نادي أسدهان الإيراني أمام نادي الاتحاد السعودي وهذا شيء مضحك حتى في الأحلام لا يمكن تخيله الكل شاهد مباراة القوة الجوية وإمكانياته المحدودة حيث فاز على نادي أجمك الأسبكي بثلاث أهداف لهدفين وهذه النتيجة لا تساعده على التأهل إطلاقا الدولي الإماراتي السابق فهد خميس في تصريح صحفي لموقع العراق قائلا أرى المنتخب العراقي في كأس العالم والمنتخب الحالي من أفضل منتخبات آسيا وتراهم خطرين جدا رئيس نادي الشرطة الأسبق رياض عبد العباس في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا عدنان درجال يحب الإعلام كثيرا وعقد الاجتماعات وفهور في الصور يونس محمود أصبح هادئا بعد اعتداء عدنان درجال عليه قبل عدة أشهر لاعب نادي الشرطة أصبحوا مهزوزين وفقدوا الثقة بأنفسهم بسبب النتائج السلبية الهجوم على حسين عبد الواحد مدفوع والتونسي شهاب الليلي لا يأخذ بملاحظات مساعده اللاعب المخضر مسعد عبد الأمير بعد تسجيله الهدف الأول ضد نادي أجمك الأسبكي والتي انتهت المباراة بثلاثية أهداف لهدفين قال سعد عبد الأمير بأهداء الفوز إلى الإعلامي القطري الذي يعشق نادي القوة الجوية العراقي علي عيسى الذي عبر عن الحزن الشديد بعد خروج القوة الجوية من دوري أبطال آسيا أكد المدير الإداري للمنتخب الأولمبي العراقي جبار هاشم عدم الحسن في مسألة التحضيرات لنهائيات آسيا 2024 المقررة إقامتها في قطر وأوقعت القرعة المنتخب الأولمبي العراقي في المجموعة الثالثة إلى جانب المنتخبات الأولمبية للسعودية وتيلندا وطاجيكستان وقال هاشم في تصريحات صحفية لموقع المستديرة الرياضية الكادر التدريبي للمنتخب الأولمبي العراقي سيعقد الأسبوع المقبل جلسة مع اتحاد كرة القدم لوضع اللمسات الأخيرة والحاسمة للتحضير لنهائيات آسيا لافتا إلى أن المشاركة في بطولة دبي الدولية على رأس الاهتمامات والمقترحات في حال لم تضم مبارياتنا فرقا من ذات مجموعاتنا في كأس آسيا وأضاف في حال لن نشارك في بطولة دبي الدولية فالتوجه سيكون نحو إقامة معسكر تدريبي خارجي لإبعاد اللاعبين عن ضغوطات الدوري وتهيئتهم نفسيا بشكل لائق مع إقامة عديد المباريات الودية الجيدة يذكر أن كأس آسيا قطر في 2024 تقام للفترة من 15 أبريل نيسان ولغاية 3 مايو أيار 2024 في قطر أشاد الصحفي السعودي مازن الأسرج بالعمل الذي يقوم به سعد الشهري مدرب المنتخب الأولمبي السعودي في رسم ملامح منتخب جديد وذلك من خلال إقامة العديد من المعسكرات التدريبية ويسعى الشهري إلى بناء منتخب أولمبي قوي قادر على المنافسة في البطولات القرية والدولية وقد بدأ في مسعاه من فلال إقامة المعسكرات التدريبية التي تهدف إلى اختبار اللاعبين الجدد ومعرفة قدراتهم الفنية والبدنية وقال مازن في تصريحات خاصة إلى موقع المستديرة الرياضية لقد بدأ الشهري في إقامة العديد من المعسكرات التدريبية التي يضم فيها مجموعة من اللاعبين الجدد من مختلف الأندية السعودية وأضاف يعد منتخب السعودية أحد أبرز المرشحين للتأهل عن المجموعة والمنافسة على لقب كأس آسيا تحت 23 سنة لقرة القدم وذلك بعد أن توج باللقب في النسخة السابقة التي أقيمت عام 2022 وعن رأيه في منتخب العراق أوضح مازن قائلا منتخب العراق من المنتخبات القوية على مستوى الفئات العمرية ويمتلك تاريخا حافلا بالإنجازات حيث توج باللقب من قبل وهو مرشح للتأهل إلى دور الثمانية من البطولة القرية إلى جانب منتخب السعودية مدرب القوة الجوية أيوبا وديشو في المؤتمر الصحفي لمباراة أجمك الأسبكي قائلا شعارنا الفوز في مباراة أجمك ونطمح بأن يكون القادم أفضل لفريقنا جميع اللاعبين في جاهزية تمة للمباراة ولا توجد أي إصابات طموحنا تحقيق الانتصار وتقديم أداء يليق بالصقور الفريق استنزف كثيرا بسبب ضغط المباريات الأسيوية والدوري حيث لعبنا خمس مباريات في غضون ثماني عشر يوما ضغط المباريات في دوري المحترفين سيعطي المتعة وسيمنح جميع اللاعبين المشاركة والحديث عن ضغط المباريات وتأثيره على اللاعبين غير صحيح دوري المحترفين يعطيك مساحة كمدرب لإشراك جميع اللاعبين المتواجدين في القائمة وإبقاءهم في الفورن محمد حميد ورسلان حانون وسعد عبد الأمير ومهند عبد الرحيم ضن قائمة منتخبين الوطني الأولية لبطولة كأس آسيا والتي تضم خمسين لاعب أغلى ستة لاعبين عراقيين محترفين في الدوريات الأوروبية كيفين يعقوب يبلغ من العمر ثلاثا وعشرون سنة مهاجم آرهوس الدنماركي وتبلغ قيمته السوقية مليون وخمسمائة ألف يورو منتظر ماجد يبلغ من العمر ثمانية عشر سنة لاعب فريق هامارب السويدي تبلغ قيمته السوقية مليون يورو زيدان إقبال يبلغ من العمر عشرون سنة لاعب أتريخ الهولندي تبلغ قيمته السوقية مليون يورو بانيلو السعد الذي يبلغ من العمر أربعة وعشرين سنة لاعب ساند فيورد النرويجي وقيمته السوقية تبلغ حاليا سبعمائة وخمسون ألف يورو وناديه يطلب مبلغا أكبر مقابل للسماح برحيله في فترة الامتقالات المقبلة أمير العمار البالغ من العمر ستان وعشرين سنة لاعب وسط هالمستاد السويدي وتبلغ قيمته السوقية سبعمائة ألف يورو علي لحمدي ابن الواحد والعشرين سنة لاعب وينبلدون الإنكليزي وتقدر قيمته السوقية خمسمائة ألف يورو لكن بحسب العروض التي لامست مليون يورو فإنه لربما سيكون أغلى محترف عراقي في حال انتقلوا بمركة الشتاء أو الصيف المقبلين أما بقية المحترفين فأن قيمتهم التسويقية تختلف من لاعب إلى آخر حيث أن لاعب سلوفك التشيكي ميرخاس دوسكي تبلغ قيمته السوقية خمسمائة ألف يورو كما تبلغ قيمة مدافع هيرنيفين الهولندي حسين علي مبلغ أربعمائة وخمسون ألف يورو وقيمة لاعب فيتسيل البرتغالي أسامة راشيد أربعمائة ألف يورو وهي ذات قيمة محترف براونشفايد الألماني يوسف الأمين ترجمة نانسي قنقر